السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم قناة احمد فرحات على اليوتيوب نريد ان نعلم جبهير النادي الاهلي بالقاتي فاز فريق النادي الاهلي على فريق الجيش لكرة اليد في جوال 11 من مصابة الدور العام بنتيجة 24-18 متزامنا مع هزيمة نادي الزمالك من نادي الجزيرة 32-28 بكده يتساوي الاهلي والزمالك في الترتيب العام ولكن يبقى الزمالك متصدرا بفرق الاهداف وفقا لنتيجة المباراة في الشوط الاول ينتهى 10-10 قبل ان يستطيع النادي الاهلي تحقيق تقدم كاسح في الشوط الثاني 24-18 وبالشكل ده بيبان لنا ان في تقدم على صعيد المستوى تحت ايد المدير الفني السويدي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي عجب الخبر يلي تعمل سبسكرايب يفعل زر الجرس يعمل لايك وشير ويقول لنا رأيه في اداء فرق الصلاة هذا الموسم لنادي الاهلي السلام عليكم